السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي للجميع تحية لكل الإخوة اللي سألوا عليها كل الإخوة اللي تابعوا في المداخلة التاعية ويتفاعلوا معها إيجابيا لازلت في مرحلة أنت عنقها احتاج أيضا إلى أيام أخرى إن شاء الله ونعود نرجع لكم وإن شاء الله نعود ونتحاوروا مع بعضنا البعض مثل ما أعودكم حبيت برك باش ندير المداخلة من جهة باش نطمئن إخوة والأخوات اللي يتابعوا فيها الحمد لله نحن بخير وأيضا حبيت باش نوجه رسالة كان بعض الإخوة اللي طلبوا مني على جل باش نفتح حساب على موقع تيك توك وكنت في البداية كنت متردد لأنه اللي شفته في هذا الموقع لا يبشر بخير لكن بعد تردد وبعد تفكير عميق في الموضوع قررت على جل باش نفتح حساب على موقع تيك توك والهدف من فتح هذا الحساب هو ليس جمع منتع الإعجاب ولا كثرة التعليقات ولا المشتركين ولا الأموال وإنما للدفاع على شرف وعزة وكرامة الجزائر ودين الإسلام كي الناس اللي في هذا الموقع طبيعة الحال أنا لا أعرفهم فقط كانت مرة على مرة تخرج لي بعض التسجيلات في موقع اليوتيوب أو في موقع الفيسبوك وحتى لما افتحت هذا الحساب تخرج لي هذه التسجيلات واضح من أنه هذه الأشكال مدعومة سواء من جهة صهيونية أو جهات اللي هي رأها تدفع فيها في الناس بهدلوا بالجزائر صورة تسيء لصمعة الجزائر وتسيء لصمعة عائلات هؤلاء إذا كان عندهم عائلات بطبيعة الحال كلام طايح العرى الفجور كهبال وينشروا فيه بل ناس منهم من يتحدث باسم الدين والحمد لله هو أن راه ربي تولى الحفظ هذا الدين يعني ما يقدرش واحد هو يلعب بربي سبحانه استغفر الله وبالتالي كل إنسان اللي هو يلبس عباة الدين بغرض هو أنه يخادع الناس ربي راه وريح يبتليه وربي راه وريح يمتحنه وربي راه وريح يفضحه قدام ربي وعباده يا سعادة الإنسان اللي راه فعل الخير اللي راه يحوش على الرياء ويحوش على الصمعة ويحوش على الأموال باسم الدين راه يفضحه ربي لذلك أنصح الإخوة والأخوات الجزائريين والجزائريات الناس اللي عندهم إلمام بعلوم مختلفة سواء في العلوم النفسية أو في التحليل أو في النصح في التربية في التعليم يعني في وسائل مختلفة هو أنه تقتحموا هذه المواقع ومن بينها هذا الموقع أنت تيك توك ما تخليوش هذا الموقع راه رايحي ضرب أولادكم راه رايحي ضرب عائلاتكم هذه كلمتي باختصار أيضا حبيت باش نوجه رسالة لبعض الناس لأنه أنا جتني رسائل لأنه أنا لست من مدومين هذا الموقع وحتى أنه لما افتحت هذا الحساب يعني من تبعش أنا هذا الأشكال هذا ليس تكبر وإنما موش هذا ستلتعي حكذا بعثوا لي بعض الإخوة فيه ناس يهزوا في تسجيلات تاعي دائرين بها حسابات في التيك توك بغيت هو أنه يجمعوا مشتركين أو يحصلوا على أموال إحنا لما درنا هذه التسجيلات درناها من أجل المساهمة في التوعية حتى الكتب أنا اللي انشرتها انشرتها بالمجان راها منشورة يقدر هو أنه الإنسان يقرأها بالمجان ما درنا إحنا هذه الأشياء على جلب نجمع الأموال أو على جلب عرفونا الناس لذلك أي إنسان إذا تسجيل بغيت يحرف به الحقيقة أو يستعملوا لمآرب أخرى راكم تعرفوا مجرد تبليغ والله إبلاغ لهذا الموقع راهم راهم يحذفون له تسجيل هذا ولا ربما يغلقوا له الحساب وراني قلت عدة مرات الإنسان اللي هو ينشر تسجيلاتي أو منشوراتي المختلفة بغيت تنوير رأي العام هذا أنا راني سامح له بغيت تنوير رأي العام يعني ما يحرف لا العنوان ولا المحتوى ولا يسمح بالسب وبالإهانة وإحنا الهدف من نشر هذه التسجيلات والله من هذه الحوارات هو المساهمة في تنوير الرأي العام والمساهمة في رفع درجة الوعي ما كانش حاجة وعيد أخرى وننتظروا في الجزاء من عند ربي إذا كان قبلنا إذن ننصح جميع الإخوة والأخوات خاصة اللي رام عندهم عائلات خافوا على أولادكم خافوا على عائلاتكم خافوا على وطنكم هذا الموقع ومواقع أخرى رأيها فيها كوارث وإذا ما مسكش الشر اليوم رأيه رح يمسك خدوة كي الناس خافوا ربي رأيهم خوتكم يموتوا في فلسطين رأيهم يدمروا فيهم رأيهم يقتلوا فيهم رأيهم يحرقوا فيهم خافوا ربي على الأقل يحشموا شوية يستحيوا على عائلاتكم إذا كان مقدرتوش أنتم تستحيوا على رواحكم على الأقل يحشموا على عائلاتكم فساد رهيب هذه كلمتي باختصار إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته